السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نشرح ونحلوا دروس صفحة 84 لسنة ثانية متوسط الخاصة بالوحدة الثالثة me and my health نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو اتفيدكم وتستفادوا نبدأ على بركة الله بسم الله I listen and take the correct pronunciation of the words in bold بعد ما نستمع للقراءة أنت الأستاذ انتعنا في القسم نشوفوا الطريقة الصحيحة لقراءة الكلمة الموجودة بالخط الغليب اللي هي must في أربع جمل People who suffer from migrants or severe headaches must consult consult معنتها إذا يروحوا يشوفوا طبيب neurologist neurologist اللي هو الطبيب الأعصاب Diabetes or diabetic patients must consult a specialist in endocrinology Endocrinology اللي هو ما طبيب مختص في أمراض الغدد والسكري I have myopia Must I see an ophthalmologist Ophthalmologist عفوا هو طبيب الأعين أوكي طبيب الأعين طبيب بتاع العينين Yes I think you must No you don't have to you can just consult an optician Optician هو اللي يخدم لنواذر انتع الشوفة Optician إذا هنا must تختلف النطق انتحة كي تكون في جملة وتختلف كي تكون في مطروح بها سؤال وتختلف عندما نجاوبوا بي must ولا mustn't النطق رح يكون كما كنا نشوفوا clear and dark إذا هنا عدنا must الأولى النطق انتحة الثاني must في الجملة الثانية نطقة النطق انتحة الأول و must الثالثة و must الرابعة هو النطق انتحة الأخيرين إذا هنا must و mustn't ليهما معنتها لازم ندير الحاجة I must do معنتها لازم عليا ندير هذه الحاجة و كيما يكونش لازم ماشي لازم عليا نديرها نقولوا mustn't إذا هنا must و mustn't رح نشرحهم لكم بعد في القواعد الخاصة بهذا الوحدة في فيديو وحدهم هنا باش منطولوش في الفيديو نحطوا كل فيديو وحده لتسهيل الفهم أحسن وأحسن للتلمي نروحوا نشوفوا التمرين الموالي I listen and take the correct pronunciation of the words in board عدنا هنا should and shouldn't must و mustn't و should and shouldn't عندهم نفس التعابير ونفس المعنى فقط نستعملوهم للتحدث عن الأشياء كما قلت لكم اللي لازم نديروها ولي ما لازمش نديروها وحده فيهم تفوت الأخرى بدرجة إذا نروحوا نشوفوا الحلول مع بعض ونقرأوا الجمل أيضا نشوفوا هنا الحلول people who catch a cold or the flu الناس اللي يضربها البرد ما نتجيها على قريب should consult an otolaryngologist an otolaryngologist هو مختص في أمراض الحمى والبرد والإفلوانزا إلى غيرها إذا شود النطق انتحاره أمامكم if you've got an allergy allergy هي حساسية like a skin rush or skin disease like eczema you should consult a dermatologist a dermatologist هو طبيب الجلد I have a headache should I go to the doctor yes I think you should no I shouldn't you can just take an aspirin تروح تشوف طبيب لك رأسك يوجه وما تحشش تشوفه تشرب غير الدواء وخلاص إذن النطق انتحشود وشودنت رهو أمامكم تشوفوا التمرين الموالي هنا التمرين task 4 راحين تعودوا تستمعوا وتصحوا task 5 I listen and much the dialogue exchanges between Liz and her mother Liz's and her mother's first sentences are given إذن هنا عدنا Liz راهيت سقسي ويمها الجاوب فيها السؤال المعطة هنا الحل هو Do I have to take this coach's syrup ma'am? It tastes awful قلت لها لازم نشرب هذا السيرو انتع البرد طعم تاعو ماشيش باب ما جبهاش I am afraid you have two sweethearts قلت لها لازم تشربي حبيبتي أو عزيزتي نكملوا الربط انتع الجمل إذن What should I do? Well You should وتكمل الجملة هنا Must I take it right? Yes You must take it right Do I have to take? I'm afraid you have to sweetheart I don't think I must Of course you must وهذا هو الربط بالجمل المتبقية هنا الربط فقط كل كلمة أو كل جملة سؤال كي يمدلنا الجواب انتعو لكل نصيحة تكمل نصيحة أخرى إلى غيرها نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو اتفيدكم وتستفادون تلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله في أمان الله